بهذه الكلمات العفوية من أبناء الجزائر العميقة بدى الاعتزاز والافتخار جلياً بالمنتسبين للمؤسسة العسكرية نظير ما قدموه من تضحيات جسام في الليالي الحالكات وفي الأزمات التي تأتي بغتة أبرزها الحرائق الأخيرة يعتبر الحامل أول البلاد والتي لديها عدة خصال مع الشعب الجزائري والتي تتمحور في وقوفه جنباً إلى جنب تلحم الشعب مع جيشه لم يكن وليداً لحظة بل العلاقة تجذرت منذ الثورة الكبرى أين وقف أبناء الوطن الواحد جنباً إلى جنب بغاية واحدة وبعد تحقيقها تجسدت صورة جيش قل ما ترى نظيره في العالم من ناحية القوة والعقيدة والإسهامات التي يقدمها من كافة النواحي رغم مسؤولية حماية الوحدة الترابية للوطن وصد نوايا ضعاف النفوس الذين يريدون إغراق الجزائر بالأزمات الهجينة إلا أن الجيش الوطني الشعبي سيظل ملتزماً بواجبه تجاه الشعب كلما اقتضت الضرورة تبعاً لعقيدته المتوارثة من الشهداء الأبرار ترجمة نانسي قنقر